مرحبا كيف الحال بهذا الفيديو بدنا نعمل كيكة نس كافي بردة هيك منحتاج نعبي صحن حليب ومعلقة صغيرة نس كافي هذا النوع ممكن تختاروا اي نوع ممكن كمان انه القهوة سريعة الدوابان كمان بصير لكن معلقة صغيرة انا مش حنحط سكر بهذا الصحن كمان منحتاج بسكوت شاي بكتين من هذا النوع او انه من غير نوع كمان بصير مهم انه بسكوت شاي اوكي بدنا نغط كل بسكوت الحال في اللي عملنا وبعدين منصفته في الصينية هاي الزبدة اللي منحتاجها لوح كامل زبدة واطعة صغيرة من لوح ثاني منخليها على نار هادية بعدين مننزل كاسة الطحين بعد ما تسوح بهيك نزلنا كاسة الطحين وحركنا كمان صبت لتر حليب فلفات بتقدروا اللوفات خمس كاسات كبار وهيك اضفنا معلقة صغيرة فانيلا استمر في التحريك هلا منحتاج للسكر انتو حطوا كاسة كاملة عشان بدي سكر اقل اضفت معلقة كبيرة سكر بني علشان الطحين والزبدة كمان خمس ملاعق صغيرة سكر عشان خمس كاسات حليب وكمان معلقة كبيرة سكر علشان اللي بدنا نضيفه اللي هو النس كافي اكيد منستمر في التحريك كمان اضفت معلقتين كبار نس كافي معلقتين ممسوحات تقدروا بدلا نس كافي قهوة شريعة الذوبان بهيك حطيت من الخليط على البسكوت وفردته منيح على كل البسكوت هلا بدي اخد كل بسكوت الحال واغطها في الحليب اللي في الصحن عجنب واصفته في الصينية بعد طبقة البسكوت ردت حطيت كمية من الخليط وفردت الكمية كمان منرجع منغط كل بسكوت الحال في الصحن ونرجع من صفتها بالصينية وهاي البسكوت قدر الامكان صفتته هلا بدي احط من الخليط هلا بنعمل طبقة اخيرة فوق اللي سوينا اختصرت خطوة لانه برضو صينية صغيرة وما بتوسعش اكثر من هيك ضلت الطبقة الاخيرة هلا بنحتاج على البارد بكعستين حليب ومنحتاج كمان اربع ملاعق كبار طحين كمان ملعقتين كبار كاكا وملعقتين ممسوحات وانتبهوا النوعية تكون اجنبية اللي هو كاكاو من غير اضافات بدل الاربع ملاعق كبيرة سكر بتقدروا تخفيفهم لخمس ملاعق صغيرة سكر سكر بني بعد ما اضفنا السكر اضفنا ملعقة صغيرة فانيلا بهيك حركنا على البارد كتير منيح هلا بدنا نحطه على النار وهاي الخليط على النار ومنستمر في التحريك اخر شي مننزل خمسين جرام زبدة وهذا اخر شي هلا منحركم كثير منيح وبعدين منصبه على صينية بعد ما وصل الكثافة اللي بدنا اياها صبيته وفي ملاحظة مش ضروري خمسين جرام زبدة ممكن قطعة صغيرة بتكفي هلا اخر شي ضل عنا التزيين ممكن حبيبات شوكولاتة وممكن مكسرات تطحنوها وتضعوها على الوجه هلا بدي اكسر بسكوت الشاي وانثره على الطبقة الاخيرة وهي نثرت البسكوت وهي اخر شي وهي الكيكة هلا بتركها شوية تبرد ثلاث ساعات لأربع ساعات بعدين منقدمها وصحتين وعافية